اشتركوا في القناة اكدنا ان حرص سمو على التواصل مع ضاء السلطة التشريعية والاطلاع على مرئياتهم حول مختلف القضايا محل تقدير واشادة وترحيب من الجميع لما في ذلك من اسهام في النهوض بالعمل التشريعي وتطوير الاداء الحكومي في مختلف القطاعات وعرب معلي عن تطلع المجلس لمزيد من التعاون مع الحكومة الموقرة بما يحقق المصلحة الوطنية وتعزيز التنسيق لتحويل التحديات الى فرص لتطوير العمل المشترك والبناء واشار معالي رئيس مجلس الشورى الان استمرار اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في صوغ رؤى وافكار لدعم ومساندة مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين مؤكدا ان اي انجاز او نجاح لا يتحقق الا بالتكاتف والتعاون المشترك ترجمة نانسي قنقر